بسم الله الرحمن الرحيم جلالة المغفور له الراحل الملك الحسين بن طلال المعظم يعني لي الشيء الكثير كمواطن أردني وأنا كأحد المواطنين وأنا متأكد إن ما يعنيه لي يعني لي كل الأردنيين فجلالة المغفور له كان له الفضل في بناء مؤسسات الدولة وفي جعلها مؤسسات تعمل لمصلحة الوطن والمواطن ورفع الأردن من بلد صغير صغير بكل ما في الكلمة من معنى محدود الإمكانيات محدود المساحة رفعه إلى مصاف الدول الكبرى وأصبح الأردن البلد المحوري الذي لا يمكن أن تتم عملية للإقليم كله بدون معرفة وبدون مشاورة وإعطاء الفرصة لجلالة الملك المغفور له الحسين فهو قائد وهو ملك وقائد عندما أقول قائد قائد فذ يعلم الناس ويدربها كما أنه أنا كابن للقوات المسلحة الأردنية وهو كان القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة للجيش العربي وكل القوات المسلحة بما في الأجهزة الأمنية ونقول جلالة القائد الأعلى عنه تعلمنا وتدربنا منه الشيء الكثير وهذا ما يعنيه لنا مهارات القيادية حسن تصرفه مع الناس حسن سلوكه ثم كيف يتصرف مع زعماء العالم فكان مثقفا لأبعد الحدود واستثمر كل معرفته وكل صداقاته لمنفعة الوطن والمواطن فلذلك نقول جزاه الله عنا كل خير وأسكنه الله في هذا اليوم في ذكرى ميلاده أسكنه الله وهو عند رب العزة أسكنه الله الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا مواقف جلالة الراحل المغفور له الحسين المواقف الإنسانية كثيرة ومتعددة فهو بصراحة قائد عربي يحمل تراث ويحمل إرث الهاشميين كله وإرث الثورة العربية الكبرى الممتدة من رسول المحبة والسلام من الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام حتى يومنا هذا أو اليوم نعم وحتى يومنا هذا فلذلك هذه الإنسانية هي إنسانية سمحة ورثها عن جده المصطفى صلى الله عليه وسلم فعلى سبيل المثال أحكي لك حادثة أذكر إننا كنا متحركين مع جلالة الملك وعندما أقول كنا متحركين هو بسيارة ونحن بسيارة يعني الحرس الملكي والمرافق العسكري لما؟ لأنه سيذهب من منزله دارة الخير كان مسكنه أو القصر الذي كان يسكنه هو بيت عادي يعني الآن لا يقاس حتى من ناحية العظمة في بيوت عبدون مثلا ولكنه قصر الحسين نقول عنه لأنه يسكن الحسين نقول عنه قصر وهو بيت عادي جدا ربما ثلاثة غرف نوم وهكذا وطابقين لأنه طابق يشرف على المذرعة وأسمى قصره دارة الخير أي أنه بيت للخير مستعد أن يقدم للناس وهذه هي واحدة من الإنسانية فكنا متحركين من دارة الخير إلى مطار عمان عبر جبل عمان لأنه كان من عادته أن يمر على قصر زهران ليسلم ويقبل أيدي والدته جلالة الملكة الراحلة زين الشرف كل ما كان معظم ما يسافر يعني فمرنا من جبل عمان قبل عندما وصلنا بين الدوار الرابع وقصر زهران في طريق هذا الطريق كان بسموح الطلوع منه للسيارات لأنه عدد السيارات ما كانت زي هاي الأيام سيدنا بدوره على القاهرة لحضور مؤتمر القمة العربي فعندما وصلنا بعد الدوار الرابع عندما وصلنا إلى فتحة الطريق اللي على اليمين وانت نازله باتجاه زهران صادفتنا سيارة مسرعة ودون أن يقف مع أنه احنا الشارع الرئيسي وهو الشارع الفرعي يجب أن يقف كل سائق لينظر لما بده يطلع على الشارع الرئيسي وقف بدون أن يقف ظل مستمر وصادف مرور جلالة الملك سيارة جلالة الملك وليست سيارة الحرس وصدم جلالة الملك احنا كنا متأخرين لأنه كنا على الدوار ثواني يعني بسيطة الحرس الملكي ولذلك الملك نزل من سيارته مسرعة ووقف قدامنا احنا لما شفنا الحادث الجنود حتى يتعاملوا مع الموقف نطوا من سياراتهم وجوا يركضوا الملك وقف حائل بيننا بين الحرس وبين أن نصل إلى مسبب الحادث إلى السائق الذي تسبب بالحادث وبصراحة لو وصلوا ربما كان أمر آخر لماذا ليحمي السائق من الحرس لأنه معتدي ماذا سيكون مصيره طبعا ولكن حكمة جلالة الملك أبى إلا أن يكون هو الذي يقف بيننا بين الحرس وبين السائق وكان يرتجف السائق عندما شاهد جلالة الملك وأمرنا وأنا كنت الضابط المتواجد مع جلالة الملك أمرنا أن لا نبلغ أحدا بالحادث وأن لا نتخذ أي إجراء فأنا قلت له سيدي ممكن يكون مدفوع وكانت فيه تهديدات كثيرة ومن دول عربية يعني للأسف من دول عربية كانت تقف ضد مواقف جلالة الملك قال لا يا أخي لا تبلغ أحد وأنا اعتبرت من هذا أنه أمر ملكي سامي قال لا تبلغ أحد وأنا سأتعامل مع الموقف وقلت له أمرك سيدي شاف السائق استقبل السائق بابتسامة وكان يرتجف السائق ثم عندما شاهد ابتسامة جلالة الملك تغير الموقف وقل يا أخي رح يجي ناس ويصلح لك السيارة وفعلا اتصل وبعث ناس من كراج القصور الملكية اللي يصلحوا سيارة هذا السائق ولم يشأ أن يعلنوا عن الحادث أبدا لكن بما أنه مر زمن طويل أنا أكشف السر الآن هذا موقف إنساني نبيل تخيلي لو هذا في غير الأردن لو حدث هذا الحادث في غير الأردن ومع شخصية قيادية عربية أخرى ربما ما ندري بدون ما نذكر أسماء لكن لي تخيل الإنسان هذا ربما من أرفع وبالمناسبة أعطى مبلغ أيضا مبلغ ما لي قالوا حتى تسلك حالك وتسلك الأولاد أكيد رح تعطل عن دوامك يعني أرفع موقف إنساني شفته من جلالة الملك الراحل الحسين هذا واحد اثنين أذكر أنه كان يصلي بمناسبة العيد كان يصلي في المسجد الحسيني في عمان ولا زال المسجد الحسيني هوهم كانت تقف سيارته هناك الحرس ينزل بعد الصلاة يخرج جلالة الملك المواطنين يوقفوا من بعيد وإشي قريب يهتف بحياة جلالة الملك ويأشر له وكان جلالة الملك يتفاعل معهم ويأشر لهم ويسلم عليهم اللي منهم يستطاع الوصول شاهدنا امرأة تبكي وتصيح يا سيدنا يا سيدنا فقال جلالة الملك للحرس أبعدوها حاولوا يبعدوها قال لا يا أخ خليها تجي فعلا اجت شوفي يا أختي قالت أنا كل الناس فرحانة وانت فرحان وإحنا فرحانين فيك لكن أنا محرومة من العيد أنا وولادي قال لها ليش يا أختي محرومة قالت لأنه زوجي معتقلينه قال وين معتقلينه وقال بفندق أبو رسول بقوله فندق أبو رسول تعني دائرة المخابرات العامة وكان أهل عمان مسمينها فندق أبو رسول يعني محمد رسول الكيلاني الله يرحمه مدير المخابرات السابق اللواء محمد رسول الكيلاني فقال يا أخي ليش ليش يعني ساجنينه طبعا جاوب محمد رسول لأنه كان متواجد قال له سيدي هذا قال له شو اسم جوزك سألها محمد رسول شو اسم زوجك قالت اسمه فلان فلاني أعطت اسمه قال سيدي هذا متهم بقدح مقامات عليا قال له نعم شو يعني قدح مقامات عليا قال سيدي يعني بشتم قال يعني بسب علي قال له نعم يا سيدي قال يا أخي خليه يسب والله ما بعرفه الله يسامحه أنا مسامحه ومسامح أولاده طلعوا اليوم وخلوا يفرح وخلوا الأولاد يفرحه ونادى المرأة وعطاها مبلغ من المال قال أكيد أنت بهذا العيد بدك تصرفي على الأولاد نادى ناظر الخاصة الملكية وقال له أعطيه لأنه كان ناظر الخاصة الملكية موجود معنا اسمه أنور مصطفى الله يرحمه طبعا توفى ف وراحوا وفرحوا الناس والشعب هتف بحياة جلالة الملك وراحت هذه القصة كمان ربما ناس كتب عنها ربما ما ناس كتب لكن أنت سألتيني عن إنسانية جلالة الملك في أرواح من هيك إنسانية قال يا أخي خليه سبني والله أنا ما بعرفه والله يسامحهم أنا مسامحهم ولذلك هذه هي شخصية الحسين الإنسانية ومواقف كثيرة كثيرة جدا يعني كان مثلا يقف على الطريق إنسان ويحمل الاستدعى يقف الموكب والحرس ما يقول خذوا الاستدعى منه يقف هو شخصيا ويأخذ الاستدعى واحد يطلب من بعيد يقابله وهو في مناسبة مثلا في العقبة أو في عمان كان يروح يحب العقبة لأنه هو اللي أسس العقبة الجديدة كان يطلب يشوفه ويقابل الناس ويستمع لهم ويلبي احتياجاتهم في أغلب الأحوال هذه الشخصية الشخصية الرائعة شخصية الملك دائما أقول ليس من فراغ جاء إلى الأردن مية وسبعة طائرة يوم وفاته أربع خمس زعماء من زعماء الولايات المتحدة من الأحياء حضروا وعلى رأسهم الرئيس الذي كان مستلم في ذلك الوقت كلهم تقديرا لمواقف الملك إحنا كأردنيين يعني نعلم تماما شو اللي عمللنا رفع درجة التعليم بنى المدارس وأنا درست في مدرسة عبدالية أولي وكان ما عنا إلا مدرسة مدارس ابتدائية في عمان ثم أنشأ كليات الحسين ثم أنشأ مدرسة رغدان الثانوية ثم أنشأ مدرسة الملكة زين الشرف لم ينسى العنصر النسائي وجعلها ثانوية ثم بدأت المدارس تنتشر ويشجع على انتشارها وكذلك الجامعات من منطلق أنك إذا رأيت إذا أردت أن تنهض بأمة فنهض بالتعليم وهذه هي فكرة جلالة الملك رجل استراتيجي وخطط لكل شيء ومن ثم في زمنه وصل عدد الجامعات الحكومية والأهلية حوالي 24 جامعة في بلد صغير ومحدود الإمكانيات ثم أدواره السياسية والاقتصادية حرك اقتصاد البلد وأصبح للأردن يعني نظرة في العالم كله والعالم كله يتجه إلى الأردن في أي شيء يريده كما قلت جعل الأردن دولة محورية هامة في الإقليم وفي العالم في المجالات الاقتصادية في المجالات الاجتماعية ربط بينه وبين الشعب خيط فكان كل مواطن يعتبر أن الملك صديقه الشخصي وعندما يقابل الناس يسألهم عن أسرهم يسألهم عن آآ 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 شخصيا ومع كثيرين فكان كل إنسان يعتقد أنه الملك آآ 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 هذه المجاملات اللطيفة فقط هي إله ولكن الملك كان يجامل جميع المواطنين بلا استثناء وكان يحب المواطنين كما أنه آآ آآ كان يريد آآ آآ في عصر القومية العربية العصر ما يسمى عند القوميين عصر المد القومي آآ دعم آآ آآ قطوات التحرر في مصر في سوريا في العراق في كل بلد عربي في اليمن حتى كان الملك يقف الموقف العروبي ولكنه كان كانت له نظرة شمولية بأن يكون آآ البناء والوحدة أن تبدأ من القاعدة ثم ترتفأ إلى الهرم وليس تبدأ بدبابة يحتلها وبيان أول وبيان رقم واحد يذيع بأنه هناك انقلاب عسكري فكان ضد هذا الموقف ولا يؤيده أبدا لأنه تبنى الأمور حسب الأصول كما قال الشعر والبيت لا يبتنى إلا له عمدل إذن يجب أن يكون هناك أساس أيضا كان له دور عروبي قوي حرب اليمن مثلا بين الشقيقتين هو اللي أصلح علي صالح وأصلح سالم علي البيض الذي كان رئيسا لجمهورية اليمن وكذلك محاولاته لرأب الصدع بين سوريا والعراق أيام حافظ الأسد وإيام الرئيس صدام حسين جمعهم في قاعدة وهو الوحيد الذي استجاب له بدون إعلام ليست القضية إعلامية القضية وقالهم أقعدوا واتفاهموا مع بعضكم وأنا لن أجلس بينكم اتفاهموا ويجب أن تخرجوا متفقين حتى لا تضيع لا سوريا ولا تضيع العراق هذا طبعا مواقف رائعة للمرحوم الحسين هذه بعض المواقف ليست كلها هذا فيض من غيظ كما يقولون لكن لابد للإنسان أنه يتذكر أشياء كثيرة الآن جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ورث عن جلالة المغفور له عن والده الراحل سياسة البناء وسياسة العطاء سياسة أن يكون مع الشعب فلذلك نحن نرى وهذه من دعوات جلالة الراحل أنه يجب أن يبقى الحاكم قريبا من شعبه فأنت بتشوفي دائما جلالة الملك يزور البوادي وكما فعل والده زيارة البوادي زيارة الحضر زيارة البادية سواء البادية الشمالية أو الوسطة أو الجنوبية لقاء البدو الناس ما بقدروش يجوا هو كان يزورهم فكان يعرفهم ويعرف العائلات في وادي اليتم في العقبة أذكر مرة أنه صار حادث سيارة قدامه على طريق العقبة وراح تبرع بالدم لمشو المسبب بالحادث سيارة كبيرة ضربت سيارة صغيرة ووقف جلالة الملك وأنقذهم وراح على مستشفى العقبة وتبرع بدماء الزكية حتى أحد الضباط وكان اسمه لازلت أذكره لأنه صديقي من الحرس الملكي كان اسمه راكز راكز قرش ملازم أول لأنه أقدم مني في ذلك الوقت هو اللي تعامل مع الموقف قال للملك لا ما بصير يأخذ دمك قال لا يا أخي أنا أتبرع بدمي لأبنائي شوفي لأبنائي أي مواطن لا يعرفهم من اللي سووا الحادل نفس الشيء حكى جلالة الملك عبد الله الثاني إذا بتذكري أول ما استلم الحكم قال أنا كان عندي أسرة مكونة من أربعة أو خمسة أفراد أصبحت بأسرة خمسة مليون أصبحت مسؤول عن أسرة عددها خمسة مليون أنا رب هذه الأسرة وأنا والد الجميع وعلي أني وأمن المعيشة الطيبة المعيشة الكريمة الفاخرة لأبنائي جميعا وكما مع أسرة الصغيرة البيت أنا مع أسرة الكبيرة وأنا مسؤول عنهم وهكذا هذه وراثة أبن عن جد مهارات قيادي اكتسبوها ويمارسوها باستمرار في أي عمل يقومون به نحكي عن كما تفضلتي بالسؤال عن الشباب المغفور له الراحل الحسين كان يهتم بالشباب اهتمام كبير ولذلك يعني شو دليلي يعني مش هذا مو كلام عادي إنما هذه حقيقة وكان دائما يحث على الحكومة على الاهتمام بالشباب لذلك أمر بإنشاء مؤسسة رعاية الشباب وأنشئت هذه المؤسسة لترعى البرامج الشبابية جميعها وبقيت فترة مؤسسة رعاية الشباب تقوم بهذا الواجب وعين أحد أبناء الأسرة الهاشمية يعني سيادة الشريف فواد شرف عينه رئيس مؤسسة رعاية الشباب حتى يكون له اتصال مباشر معه كما حث الحكومة سواء في مثلا عندما يرسل كتاب التكليف السامي يحث الحكومة دائما على الاهتمام بالشباب ومراكزهم وانشأت في عهده مراكز رعاية الشباب حتى بلغت كما أعلم الآن أكثر من 350 مركز لرعاية الشباب في مختلف المملكة كان أيضا يحضر مباريات الرياضة والشباب وأذكر أنه في الكلية العلمية الإسلامية كانت تقام المباريات لأنه الملعب الوحيد ما كانت مدينة الحسين للشباب فكانت يحضر هذه المباراة ويفاجئ الجمهور بأنه يحضر المباراة ويشجع على تقدم الفرق الرياضية عندنا وفي زمانة احتصل الأردن في البطولات العربية رغم صغر حجم الأردن احتصل على الميداليات الذهبية في عام 1957 في عدد من الألعاب مثل رمي الرمح رمي القرص ورمي القلة واحد منهم لا يزال رئيس الآن هو الرئيس لهيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية الأستاذ محمد جميل أبو الطيب وكذلك شجع أديب الدسوق لمنازلة بطل العالم في الملاكمة أيضا أنشأ باشرة بإنشاء مدينة الحسين للشباب فهو بانيها والآن جلالة الملك عبد الله الثاني هو حميها فالله يرحم الأول وديم مولانا جلالة الملك عبد الله الثاني هذه كلها كانت اهتمام بالشباب كما كان عندما يسمع أن أحد أبناء الأردن تفوق في علاماته في جامعات برا كان يطلبه ويقابله ويشجع على العلم ويشجع العلماء وأنشأ إذا بتذكري لهذه الغاية الجمعية العلمية الملكية ووضع شقيقه سمو الأمير الحسن في ذلك الوقت ولي العهد حطه مسؤول عن الجمعية العلمية الملكية لأنه تحتاج إلى رعاية والبحوث العلمية وخلافها هذه كلها تأكيد على محبة المغفور له الراحل الحسين للشباب والاهتمام بهم والأردن اليوم نشاهد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم يقوم بنفس العمل فولي عهده الأمين خطب خطبة عالمية يعني كلنا استمعنا إلى خطابه في هيئة الأمم المتحدة وعطاه الدور هو أعطى كأنه يقول أن الدور الآن للشباب هذا محبة للشباب ولا يزال يشجعه ويشجع كل شباب الأردن وشفنا عندما يتفوق أعداد من سواء كان الرياضيين زي أبو غوش أو غيره اللي حصل والآخرين يطلبهم ويقابلهم ويقدم لهم الدعم المادي والمعنوي صحيح بالضبط ولذلك هذه يعني من صفات الهاشميين محبتهم للأجيال القادمة هم لا يبنوا فقط لأنفسنا وإنما أو للموجودين وإنما أيضا يبنوا لأجيالنا القادمة لأجيال لأبنائنا وأحفادنا حتى يهتموا بهم سواء من ناحية المدارس ومن ناحية الجامعات وخلافة ونشاطات الشباب دائما بالذكر كانت وزارة التربية والتعليم وياريت أنهم يعودوا لنفس الأسلوب كانت في كل آخر سنة يقوم الطلاب بعمل مهرجان سنوي هذا المهرجان يشمل كفة الألعاب الرياضية كأنه ألعاب أولمبية وكان يحضرها الأردنيين كان يصير معارض زراعية صناعية كان يشجع عليها جلالة الملك وكان يحضرها وبإشرافه شخصيا هذا دليل على محبة للشباب ويعلم تماما ما كان يخطط له بأن الأردن يوما من الأيام هي للشباب ولذلك الآن نسبة الشباب أكثر من سبعين بالمية يعني الختياري العوض بوجه الكريم نحن الجيل اللي نلعب بالوقت الضائع الحمد لله لكن بهمة مولانا جلالة الملك وبعطفه على الجميع إن شاء الله نستطيع أن نقدم أيضا الخبرة والمعرفة لأجيالنا القادمة ونعتني تماما بالشباب أيضا كما اعتنى جلالة المغفور له الحسين وكما يعتني الآن جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وأذكر أنا بالله بدي أحكي لك هذا الشغلة يعني هذه دائما ربما أنت حكتها قلت أنه دائما الناس بيقولوا أنه شخصية جلالة الملك الحسين المغفور له الحسين أنه متواضع وأنا أقول نعم هو تواضع القادة ومن تواضع لله أكرمه الله ولذلك أكرم الله الحسين فعلا والحسين ينطبق عليه قال الشاعر الجواهري قال بيت من الشعر أنا أحب هذا البيت لأنه ينطبق فعلا على الراحل الحسين ماذا قال قال لله درك لله درك من مهيب وادع نسر يطارحه الحمام هديلة تخيلي هذا المنظر الحمام الذي هو طعام للنسر ولكن الحمام عندما يرى هذا النسر يطارحه الهديل أي صوت الحمام وغرام الحمام بهذا النسر وهكذا الشعب الأردني أحب سقر قريش كنا نقول الملك الحسين رحمه الله هو سقر قريش أحبه الأردن وكان كل مواطن أردني يطارحه الهديل ويطارحه الكلام الطيب ومحبة يعني يبادل هو رئيسا للحكم وكان الحكم عنده هو مشورة ولذلك كان يعمل وفقا للآية القرآنية الكريمة التي تقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لن فظوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر هذا هو الحكم عنده مشورة وعفو واستغفار وشاورهم في الأمر فإذا عزمت عندما كان يقول كلمته يعرف الرؤساء ويعرف العالم كله أنه كلمة الحسين قوية لذلك عند الحزم في عزم لا تبقى هنا مجال التواضع هنا يبقى الأمر فلذلك على سبيل المثال عندما دخلت القوات الإسرائيلية في معركة الكرامة وكانت تفوق القوات المسلحة الأردنية عددا وعدة كما هو معروف مش مناسبة أن نذكرها ولكن طلبت إسرائيل من الأمم المتحدة أن تتوسط الأمم المتحدة لإيقاف القتال قال لن نوقف القتال طالما يوجد جندي إسرائيلي شرق النهر فلعودوا نسحبوا وبعدها نوقف القتال وفعلا المتحدة وأمام العالم في مؤتمر كام ديفيد دعوه المؤتمرين مؤتمر كام ديفيد الأول الرئيس الأمريكي ونحن نعتمد في سياستنا المالية على دعم الولايات المتحدة دعا الرئيس كارتر دعا جلالة الملك لحضور مؤتمر كام ديفيد ليس هكذا تسير الأمور ولذلك كان قائد حزم وعزم يعرف متى يقول كلمته هذا هو الحسين رحمه الله رحم الله الحسين وحفظ الله جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين فهو على خطى والده وعلى خطوات والده المغفور له الحسين بهذه الذكرى أشارك أشارك كل إخواني وأهلي الأردنيين وكل أردني وكل إنسان يعرف صفات الحسين أشاركه هذا اليوم عيد ميلاده بدعاء إلى الله أن يغفر له وأن يرحمه مرة أخرى كما قلت ولن نتوقف عن الاستغفار وطلب الرحمة ونقول له جزاك الله عنا خيرا يا سيدي عن كل الأردنيين وكل العرب فهو ليس قائد أردني وإنما قائد عربي وقائد عالمي وهو ملك العصر بمعنى أنه جعل بصماته واضحة وستبقى للتاريخ بصمات الحسين وسيذكره التاريخ عندما يذكر القادة الأفذاذ لأنه قائد عسكري وسياسي فذ وعالمي وعلى مستوى العالم رحم الله الحسين ووفق الله مولانا جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمين وعز القيادة الهاشمية وعز الأردنيين بوجود هذه القيادة الرائعة وشكرا لكم رمل الأنباب قمر الحقيقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر